اشتركوا في القناة اهلا بكم في نشرة اخبار رأي قدمها لكم علي الموسى والبداية مع ابرز العناوية تعذر رؤية هلال رمضان والرؤية شرعية تعلن الاثنين اول ايام الشهر المبارك وبمناسبة الشهر الفضيل تهان اميرية وامنيات بوافر الصحة والعافية مرسومونا بانهاء تعيين رئيس اللجنة التنفيذية لجهاز الحرير فيصل المدلج العدساني يسأل وزير الدفاع عن نتائج التحقيق في التسليح واليوروفايتر موسيقى نما تطلق حملة تراهم بيننا لمساعدة الاسر المحتاجة والمرضى موسيقى وفي النشرة البيئة تحذر من رمي المخلفات والصيد على جسر جابر موسيقى اعلنت هيئة الرؤية الشرعية الكويتية تعذر رؤية هلال شهر رمضان لهذه الليلة ليكون بذلك يوم غد الاحد هو المتمم لشهر شعبان وبعد غد الاثنين اول ايام الشهر المبارك وقال رئيس المجلس الاعلى للقضاء رئيس محكمتي التمييز والدستورية رئيس هيئة الرؤية الشرعية المساشار يوسف لمطاوعة ان الهيئة لم تتثبت خلال اجتماعها اليوم من رؤية هلال شهر رمضان وبذلك يكون يوم غد الاحد هو المكمل لشهر شعبان وبعد غد الاثنين الموافق السادس من مايو اول ايام شهر رمضان المبارك وقد اعلنت السعودية ودول عربية واسلامية تعذر رؤية هلال رمضان وقد هنأ سمو امير البلاد شخص باحل احمد المواطنين والمقيمين بمناسبة شهر رمضان المبارك اعاده الله تعالى علينا وعليكم بوافر الخير واليمن والبركات واعلن الديوان الامري ان سمو الامير وسمو ولي العهد واسرة اهل صباح سوف يستقبلون كبار رجالات الدولة من المسؤولين وكبار القادة بالجيش والشرطة والحرس الوطني والادارة العامة للاطفاء والسلك الدبلوماسي في اليوم الاول والثاني من هذا الشهر المبارك وذلك في ديوان اسرة اهل صباح بقصر بيان كما اعلن الديوان الامري عن اعتدار سمو الامير عن اسقبال اخوانه وابنائه المواطنين والمقيمين لهذا العام سائل المولى عز وجل ان يومن عليهم بالصحة والعافية وان يتقبل صيامهم وقيامهم بالخير والبركة صدر مرسوم يحمل الرقم 104 لسنة 2019 ويقضي بانهاء تعيين رئيس اللجنة التنفيذية ورئيس جهاز تطوير مدينة الحرير وجزيرة بوبيان فيصل المدلج في لندن بحث النائب الاول رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ ناصر الصباح مع وزير التنمية الدولية البريطاني روري ستيوارت امكانية تعاون ومشاركة المملكة المتحدة في تنفيذ رؤية السمو امير البلاد التنموية وقدم شرحا مفصلا عنها واستعرض الجانبان امكانية مشاركة المملكة المتحدة في مرحلة الدراسة والتنفيذ لهذه الرؤية الطموحة باعتبارها موطنا للخبرات الاقتصادية العالمية الرائدة ولتميوزها ايضا في مجال التنمية والتطوير كما بحث مشروع المنطقة الاقتصادية الشمالية وامكانية الاستفادة من الخبرات البريطانية وفي النشاط البرلماني وجه النائب رياض العتساني سؤالا برلمانيا الى النائب الاول رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ ناصر الصباح فيما يخص لجنة التحقيق بشأن التسليح وصفقة اليورو فايتر وطلب العتساني بتزويده بالاجراءات المتخذة ونتيجة التحقيق الخاصة بتقرير ديوان المحاسبة عن نتائج فحص الحساب الختامي والتعاقدات الخاصة بميزانية التعزيزات العسكرية وكذلك اعادة التحقيق بمخالفات مالية بشأن توقيع مذكرة تفاهم مع الحكومة الايطالية والخاصة ببرنامج طائرة اليورو فايتر والمخالفة المالية بشأن عدم الرد على مكاتبات ديوان المحاسبة المتعلقة بعقد شراء الطائرات مع المنشآت وقطع الغيار والتدريب والدعم الفني المتعلق بها وفقا لما جاء في نص البرلمان أو السؤال البرلماني حكوميا أعلن وزير النفط وزير الكهرباء والماء خالد الفاضل قبول 550 من أصل 644 ناجحا في اختبارات تعيين حملة الدبلوم للعمل في القطاع النفطي وبين الفاضل أن العدد المتبقي من الناجحين سيتم قبولهم للعمل في فرق الإطفاء التابعة للقطاع النفطي في حال اجتيازهم لمعايير اللياقة البدنية والصحية الواجب توفرها في رجال الإطفاء بدوره كشف وزير الصحة الشيخ الدكتور باصل الصباح عن نظام جديد يطبق للمرة الأولى في الكويت وشرق الأوسط وهو عبارة عن قاعدة بيانات إلكترونية لجراحات السمنة وخلال استقباله رئيس جمعية الجراحين الكويتية عضو اللجنة العالمية لسن القوانين والبروتوكولات لجراحات السمنة الشيخ الدكتور سلمان الصباح قال الوزير إن هذا النظام الجديد يتم بتوفير أجهزة مختصة لتشغيل برنامج خاص بتشغيل أو بتسجيل عمليات السمنة داخل مستشفيات الوزارة ويستخدم خاصية الحوسبة السحابية التي تقوم بحصر عمليات السمنة ومدى نسبة نجاحها في البلاد كما أكد حرص الوزارة على توفير أرقى الخدمات وأحدثها وإدخال الأجهزة التقنية المتطورة إلى داخل المنظومة الصحية لخدمة المواطنين أصدرت وزارة التجارة والصناعة قراراً ألزمت بموجبه شركات التأمين بتعيين خبير اكتواري لكل أنواع التأمين وموفاة القطاع المختصة بما يفيد ذلك وقالت الوزارة إن العمل بهذا القرار يبدأ اعتباراً من الأول من شهر يوليو المقبل لافتة إلى أنه يشمل كل أنواع التأمين بعد أن كان مقصوراً في السابق على وثائق التأمين على الحياة وأشارت إلى أن هذا القرار جاء بالتعاون والتنسيق مع جمعية المحاسبين والمدققين الكويتية يذكر أن الخبير الاكتواري متخصص بنظريات وتطبيق علوم الرياضيات والإحصاءات ويعنى في ذلك بقياس المخاطر المستقبلية وما ينتج عنها من مشكلات أنهأت قبيلة مطيرة جمع عادية بمبلغ 12 مليون ريال سعودي لابنة القبيلة شروق المطيري فيما كانت آخر دفعة مليون ريال تبرع بها النائب ماجد مساعد المطيري والذي قال في تصريح للرأي إن الله سبحانه إذا أراد بالعبد خير جعل قضاء حوائج الناس على يديها مواضحا أنه ومن هذا المنطلق تم التبرع لعدك راقبة كل من شروق المطيري ومنصور المطيري حيث من الله عليه بأن يتبرع بمليون ريال سعودي مكملا بذلك مبلغ ديتهما شكرا أقامت نمى للزكاة وتنمية المجتمعية حملة تراهم بين والتي تهدف إلى فك كرب المدينين الذين يعانون من أكثر من مشكلة مالية وأثقلت كاهلهم الديون المتراكمة وذلك في مجمع ثري سيكستي وقال المدير العام في نماء محمد العمران إن الحملة تعد نوعا من أنواع التكافل بين المسلمين حيث تسعى نماء من خلال هذا المشروع إلى مديد العون إلى المتعففين والمعوزين الذين لا يسألون الناس مؤكدا أن الأسر المستهدفة خلال هذه الحملة تم اختيارها بعناية وبحث اجتماعي وميداني للزكاة والتنمية الاجتماعية تسعى دائما لتقديم المساعدات بجميع أنواعها للأسر المحتاجة حاليا عندنا تقريبا 6500 أسرة محتاجة تقدم لها مساعدات نردية وعينية من الأشياء الحلوة التي قدمناها أو راح نقدمها خلال أيام أن راح نعطيهم مواد تموينية بواصلة البطاقة عن طريق لولوهايفر وهذه قفزة تطويرية نقدمها للأسر المحتاجة في هذه الحملة ركزنا الأسر لأكثر حاجة للأسر التي تجتمع عليها أكثر من مشكلة مالية مشكلة صحية مشكلة في رسوم دواسية مشكلة في الديون مشاكل في البيت نفسها يحتاج تصليح وكذا فتقريبا عندنا في حدود أكثر من 200 أسرة بحاجة إلى مثل هذه المساعدات فتركزنا عليهم في هذه الحملة ونتمنى من الله عز وجل أن نوفقنا ونحقق هذا الهدف نشكر وزارة الشؤون الاجتماعي والعمل على موافقتها على إقامة مثال الحملات الإنسانية ومساعدة الأسر محتاجة وهذه الحملة هي تراهم تحت شعار تراهم بيننا هي لمساعدة الأسر محتاجة من أرامل وكذلك أيضا من المرضى اللي يعانون من المرضى بمرضى السلطان ومساعدة الأسر اللي يعانون من أبناهم ما يستطيعون تسديد الرسوم الدراسية نمال الزكاة والتنمية المجتمعية مؤسسة خيرية متخصصة في العمل الخيري المحلي داخل دولة الكويت تعيل أكثر من 6 ألاف أسرة منتشرة في محافظات دولة الكويت الست بعد بحث هذه الحالات بحث مكتبي وميداني تضح لدينا أكثر من 250 أسرة تعاني من أكثر من أزمة في وقت واحد تعاني من مرضى السلطان تعاني من أجار متأخر لديهم طلبة في المدارس عليهم رسوم دراسية متأخرة ومهددين في الطرد بجانب الغارمين لذلك أقامتنا هذه الحملة تراهم بيننا لمساعدة هذه الفئة المستضعفة والتي هي أساسا موجودة بيننا قامت لجنة سكن العزاب المكونة من بلدية الكويت ووزرات الكهرباء والداخلية والعدل بقطع الكهرباء عن المساكن التي يقتنها عزاب في مناطق السكن الخاص والنموذجي بمحافظات حولي والفروانية والأحمدي وذلك بعد انتهاء مهلة انذار إخلاء السكن وأكد رئيس لجنة متابعة ظاهرة السكن العزاب ونائب المدير العام لشؤون قطاع محافظتي الفروانية ومبارك الكبير المهندس عمار العمار أن لجنة قامت صباح اليوم بقطع التيار الكهربائي عن 15 عقارا لسكن العزاب مشيرا إلى وجود توجيهات مباشرة ومتابعة حثيثة من وزير البلدية ومدير عامة البلدية بالتعامل مع ملف العزاب بكل حزمة لحين القضاء على هذه الظاهرة في جميع مناطق الكويت قالت وزارة الداخلية إنها تلقت بلاغا بوجود جثة بالقرب من سوق شرق وعند وصول الجهات المختصة وعمل التحريات تبين أنها تعود للطالب الذي أعلن عن تغيبه من قبل ذويه مؤخرا وأوضحت الوزارة أنه بعد إجراء المزيد من التحريات التي دلت على أن الجثة تعود لشخص متغيب لها صورة منتشرة عبر وسائل الإعلام وكان والده تقدم ببلاغ عن تغيبه والتي تتشابه تماما مع صورة المتوفى فقد تم تواصل معه وتعرف على جثة ولده وتم تسجيل قضية بذلك بعد انتشار مقاطع فيديو لأشخاص يرمون مخلفات على جسر جابر حديث الافتتاح أهبت الهيئة العامة للبيئة بجميع المواطنين والمقيمين الالتزام بتطبيق قانون حماية البيئة وتعديلاته موضحة أنه يمنع رمي المخلفات بجميع أنواعها سواء على جانبي جسر جابر أو في المنطقة البحرية المحاضية له وشددت على أنه يحذر الصيد والحداق على الجسر كونه يقع في منطقة جون الكويت مؤكدة على أنه سيتم تطبيق القانون على المخالفين بالتعاون مع شرطة البيئة التابعة لوزارة الداخلية حيث سيتم ضبط المخالفين وإحالتهم إلى القضاء أحبط رجال الإدارة العامة للجمارك في مطار الكويت الدولي محاولة آسيوي تهريب كمية كبيرة من مخدر الماريجوانا تقدر بنحو ثلاثة كيلو جرامات وستمائة جرام وقال عضو لجنة الإعلام الجمهوريكي نواف المطر إن أحد المفاتشين اشتبه في وافد آسيوي قديم من موطنه حيث بدى عليه الارتباك لدى دخوله صالة التفتيش وعليه تم إخضاع أمتعة الوافد للتفتيش اليدوي حيث جرى العثور على أجسام غريبة بداخلها الماريجوانا وعتم التحفظ على المتهم والمضبوطات وإحالته إلى الجهات المختصة قالت الهيئة العامة للتعليم التطبيقي وتدريب إن عدد الطلبة المقيمين بصورة غير قانونية الذين يدرسون في كليات ومعاهد الهيئة بلغ ألفا وتسعمائة وخمسة وتسعين طالب وطالبة خلال العام الدراسي الحالي ونوهت عميدة القبول وتسجيل في الهيئة الدكتورة رباح النجادة بمساوى التنسيق والتعاون القائم بين الهيئة والجهاز المركزي لمعالجة أعضاء المقيمين بصورة غير قانونية مبينة أن التعاون يشمل التنسيق السابق والمستمر لمختلف مراحل عملية الدراسية بدءا من عملية التزييل والقبول أصولا إلى عملية التخرج وتسليم الشهادات وسط سمرار حالة عدم استقرار التقصى في البلاد توقع رئيس قسم التنبؤات الملاحية في إدارة الأرصاد الجوية ضرار العلي سمرار نشاط الرياح الجنوبية وأن تصل سرعتها إلى ستين كيلو متر في الساعة وتكون مثيرة لي الغبار وأقل إن الرؤية الأفقية ستكون منخفضة على بعض المناطق مع فرص لأمطار متفرقة الرعدية أحيانا تسمر فرصها حتى الساعات الأولى من صباح يوم غدا الأحد في المقابل دعت وزارة داخلية قائدية المركبات إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر لعدم استقرار الأحوال الجوية إلى قطاع غزة الذي شهد تصعيدا إسرائيليا جديدا فقد استشهد شاب فلسطيني وأصيب أربعة بجراح جراء غارات إسرائيلية على القطاع وقد دوت صافرات الاندهار بمدن إسرائيلية مع إعلان جيش الاحتلال أن نحو تسعين صاروخا وقذيفة أطلقت من غزة في المقابل شنت طائرات إسرائيلية غارات على أراضي زراعية بالقطاع كما قصفت مدفعية الاحتلال مرصدا للمقاومة شرقي خان يونس بما أسفر عن استشهاد مواطن وإصابة أربعة ودعت الحكومة الفلسطينية الأمم المتحدة إلى تدخل الفوري لوقف عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ مساء أمس في تصريح لها قال الرئيس الإيراني حسن روحاني إن إيران ستقاوم مخططات أمريكا ضد بيع النفط الإيراني وأنه يجب تعزيز الصادرات غير النفطية ومواصلة مبيعات النفط لمواجهة العقوبات الأمريكية جاء ذلك بعدما دخل قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بوقف الأعفاءات الأمريكية من العقوبات لثمان دول من كبار مستوردية النفط الإيراني أمس حيز التنفيذ كما أتت تصريحات روحاني بعد أن أعلنت الولايات المتحدة أنها ستبدأ فرض عقوبات على الصادرات الإيرانية من اليورانيوم المخصب التي يجيزها الاتفاق النووي لكنها منحت أعفاءات تسمح بإبقاء الاتفاق النووي الذي انساحب منه ترامب حيا كذلك أكد اليوم رئيس البرلمان الإيراني علي لاريجاني إن بلاده ستواصل تخصيب اليورانيوم أكد البيت الهبيض إنه على علم نبي تحركات كوريا الشمالية فيما يتعلق بتقارير أفادت بإطلاقها صواريخ قصيرة المدى في تجاه بحر اليابان وذلك في أول عملية إطلاق صواريخ لها منذ نوفمبر 2017 بدورها قالت هيئة أركان القوات المسلحة الكورية الجنوبية إن كوريا الشمالية أطلقت سلسلة من الصواريخ قصيرة المدى من ساحلها الشرقي ودعت تجارتها الشمالية إلى تجنب أي تصعيد وتوتر عسكري في حين أكدت الحكومة اليابانية أن الصواريخ لم تصل إلى أي مكان بالقرب من ساحل البلاد مشددة على عدم وجود تهديد أمني في الوقت الحالي تراجع أسعار الخام على وقع قفزة المخزونات الأمريكية تابعونا في صفحة الاقتصادية بعد فاصل قصير أهلا بكم من جديد أعلنت برصة الكويت ساعة التداول الرسمية خلال شهر رمضان المبارك بحيث يتم افتتاح التداول في السوق عند ساعة العاشرة ونصف صباحا وأغلاق السوق الساعة الثانية ظهرا وذكرت البرصة إن أسا تسأنف العمل بساعات التداول المعتادة للسوق ابتداء من أول يوم عمل بعد عطلة عيد الفطر السعيد وبهذه المناسبة تقدمت بأسمى آيات التهاني والتبركات إلى القيادة السياسية والحكومة والشعب الكويتي وكل المقيمين بحلول الشهر المبارك داعية المولى عز وجل أن يعيده على الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات انخفض سعر برميل النفط الكويتي دولارا وتسعة عشر سنة في تداولات يوم أمس ليبلغ سبعين دولار وواحدا وسبعين سنة وفقا لسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية وفي الأسواق العالمية ارتفعت أسعار النفط أمس مع تحسن توقعات الطلب على الخامة بعد بيانات اقتصادية قوية من الولايات المتحدة وسط نقص من أو في المعروض ناتج عن خسائر لإنتاج الخام في إيران وفنزويلا التي تخضعان لعقوبات أمريكية وأنهت عقود النفط الأسبوع على انخفاض بعد الإعلان هذا الأسبوع عن قفزة في مخزونات الخام الأمريكية البرانزي لا تواجه قطر وهمدر أسا وديا الشهر المقبل أتفاصيل بعد قليل في صفحتنا الرياضية بكم معنا أهلا بكم من جديد أعلن الاتحاد البرازيلي لكرة القدم أن المنتخب الأول سيأخذ مبارتين وديتين أمام هنداروس وقطر قبل استضافة بطولة كأس كوبا أمريكا الصيف الحالي وستستضيف البرازيل بطلة العالم خمس مرات قطر بطلة آسيا في برازيليا في الخامس من يونيو المقبل قبل أن تواجه هندوراسا في بورتو أليغري بعدها بأربعة أيام وتسهل البرازيل مشوارها في كوبا أمريكا بمواجهة بوليفيا في ساو باولو في الرابع عشر من يونيو أكد مهاجم يوفنتوس بطل الدور الإيطالي لكرة القدم النجم البرتغالي كريسيانو رونالدو أنه ما زال يرغب في مفاجأة الناس من دون أن يسبعد إمكانية أن يصبح مدربا في المستقبل ولدى سؤاله عن إمكانية أن يصبح مدربا مع نهاية مسيرته الكروية كلاعب أجاب بثقة كبيرة على سؤال صحفي لا أستبعد ذلك وتحدث أفضل لاعب في العالم خمسة مرات عن رؤيته لكرة القدم وعن تصوره للضغوط المحاطة بنجوم الكرة المسديرة وأردف قائلا أعرف أن الناس تترقب أيضا أقل خطأ على أمل أن يهدر كريسيانو ركلة جزاء أو أن أظهر بمستوى مخيب في مباراة مهمة ولكن هذا جزء من الحياة ويجب أن أكون مستعدا وأن كذلك منذ أعوام عديدة إلى هنا وصلنا معكم لنهاية نشرتنا لهذا اليوم وقبل ختامها نذكركم بإمكانية متابعاتنا عبر موقع تويتر أترريمي دي جروب ومشاهدة جميع نشاراتنا وبرامجنا عبر قناتنا على يوتيوب أرى يوتيوب في أمان الله اشتركوا في القناة